أكد وزير تنمية المحلية محمود شعراوي أهمية تغيير تقافة المواطنين فيما يتعلق بمشكلة الزيادة السكانية للسيطرة عليها واستفادت المواطن بمعدلات التنمية التي تحققها الدولة وخلال جلستين للجنة الصحة بمجلس الشيوخ أشار الوزير إلى أهمية دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها والمجالس النيابية والتشريعية في دعم جهود مواجهة الزيادة السكانية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 أضف الوزير أن القيادة السياسية تهتم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصري بتحسين مستوى المعيشة وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة